طيب كل ده بقى كوم واسعار الكتب كوم تاني خالص انه لما نلاقي ان اسعار الكتب نزلة تقريبا بقى اقل من سعر التكلفة مش بسعر التكلفة لكن بقى اقل من سعر التكلفة يعني تلاقي ان فيه كتب 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 حقيقية وحلوة كده تلاقي السعر بسبعة وبتمانية وبتسعة وبعشرة جنيه يا نهرب يض الاسعار دي اختفت من الدنيا بالمناسبة الاسعار دي في الدنيا مش موجودة يعني قولي فين هتلاقي كتاب بالسعر ده اقل من نص دولار تقريبا اه اقل من نص فين ما تلاقيش ده معناه ان الدولة مهتمة بشكل حقيقي واصيل وعملي بالتنوير وبالثقافة وانها تاخد الناس وتوديهم لا لو صح التعبير بر الامان اقرأ اتثقف نور عقلك املاه علشان لو حبيت تتناقش ايا كانت وجهة نظرك تبقى بتتناقش وانت واقف على ارضية حقيقية مش قشور مش شغل حناجر اراية بجد وده اللي يخلق جيل مختلف بجد خلونا نروح لزميلنا العزيز محمود جميل ومرسلنا طبعا العزيز وزميلنا العزيز ورسالته من معرض الكتاب اهلا الله صهلا بكل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة في كل مكان برحب حضراتكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دوريته الـ 54 موجودين بننقل لحضراتكم التفاصيل اليومية المتعلقة بالفعاليات الثقافية والفنية احنا النهاردة اليوم العاشر على التوالي اللي بيستقبل فيه المعرض جمهوره وزواره ونسبة الاقبال طبعا النهاردة في تزايد ده نظرا طبعا لبدء العد التنازلي لقرب انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دوريته الـ 54 النسبة النهاردة ممكن تزيد عن امبارح اللي قدرت بحوالي نص مليون زائر امبارح بس في اليوم التاسع لكن بشكل عام لحد النهاردة عدد الزائرين تخطى اكتر من 2 مليون ونص زائر بالنسبة للفعاليات الثقافية والفعاليات الفنية لليوم العاشر على التوالي كان فيه عدد كبير من الندوات في قاعة الشاعر الكبير صلاح جهين شخصية المعرض كان فيه ندوة بعنوان المتميزون يشاركون شركاء في حماية الوطن هذه الندوة تنظم بالشراكة والتعاون مع الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهي الزراع التثقيفي لهيئة الرقابة الادارية كمان كان فيه ندوة اخرى بعنوان صلاح جهين واغني الوطنية وندوة ثالثة بعنوان نحن والعيم اما الصالون الثقافي استضاف طبعا ندوة بعنوان مصار رحلة العائلة المقدسة تراث مصري وايضا مئوية الفنان الراحل محمود مرسي قاعة الشاعر كان بها عدد من الامسيات الشعرية ووجود قوي لصناع المحتوى وايضا القاعة الدولية كان فيها عدد كبير من الندوات العربية بحضور عدد كبير من ممثلي الدول العربية اما بالنسبة للفعاليات الفنية كان فيه فقرات فنية لكرال اطفال الاسكندرية وايضا عرض الليلة الكبيرة وفرقة التنورة التراثية وكمان كرال ذوي الهم الحياة الاقبال ده طبعا انعكس على نسبة المبيعات اللي موجودة داخل المعرض زي الهيئة المصرية العامة للكتاب نسبة المبيعات فيها زادت اكتر من 113 نسخة مبيعات فيه بعض طبعا التباعات يعني خلصت من بعض دور النشر نظرا طبعا للاقبال الشديد على مختلف الاجنحة كمان يعني النهاردة كان فيه او لاحظنا التواجد العربي المهم نتكلم عن دولة ليبيا سلطنة عمان كل الدول الشقيقة اللي كانت موجودة والحقيقة يعني فيه عدد كبير جدا من الرحلات اللي بتنظم وشاهدناها طبعا على مدار الايام السابقة يعني النهاردة طبعا ويوميا جناح حياة كريمة بيستقبل عدد كبير من الرحلات الخاصة اللي بيبقى فيها الاطفال من مختلف المدارس او المحافظات للتعريف طبعا بالخدمات والمشروعات اللي بتقدمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة ده بالاضافة طبعا للرحلات بشكل عام اللي بينظمها المعرض بنتكلم لحد دلوقتي المعرض نظم حوالي 300 رحلة فيها اكتر من 20 الف زائر طبعا مبادرة الثقافة والفن للجميع اللي بتنظمها وزارة الثقافة مستمرة لبيع الكتب باسعار مخفضة من جنيه لحد 20 جنيه بالاضافة طبعا منه يعني تواجد مهم جدا لصور الاسبكية اللي بيقدم طبعا الكتب باسعار مخفضة نسبة الاقبال دي بتؤكد ان معرض القاهرة الدولي للكتاب نافذة فكرية وثقافية للمصريين والعرب والعالم وطبعا مزال الاقبال مستمر وهيستمر لحد اليوم الاخير يوم 6 فبراير طبعا نظرا لان خلاص قربنا على انتهاء المعرض فكل عشاء الثقافة والقراءة يعني اكيد هيستثمروا الفرصة دي وييجوا المعرض قبل انتهاءه طبعا يوم 6 فبراير دي كانت كل التفاصيل الخاصة باليوم العاشر على التوالي داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال54 بشكر حضرتكم على حسن المتابعة الى اللقاء